بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه واتبع هداه ثم أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الرحلة المتشعبة الممتدة في صحبة الجامع الأزهر الشريف رفع الله تعالى مناره وأعلى مقداره ونشر على الناس أنواره وكنا قد وقفنا في المجالس الماضية عن الأزهر الشريف وأنه كان منطقة مركزية تنتشر حولها عشرات الحرف والمهن والصنائع التي تقوم بخدمة النشاط العلمي وتلبية احتياجاته يعني أشبه ما يكون حضرتكم لما تروحوا عند جامعة القاهرة مثلا أو جامعة عن شمس اتلاقوا في حي قريب منها مليء مكتبات تصوير مستندات بيع الكتب والأقلام والأوراق والمشابك والملفات والأغلفة يعني توفير المتطلبات والخدمات التي تسهل العملية التعليمية ادي نموذج لها معاصر النهاردة لما تروح حضرتك في أي مستشفى من المستشفيات اتلاقي عادة الصيدليات قريب علشان توفر الخدمات للصنعة الطبية لما أن كان الأزهر الشريف بهذا العمق وبهذا الاتساع وبهذه السمعة العالمية في خدمة علوم الشرع الشريف وعلوم الدين والدنيا ودوائر العلوم الشرعية والتجريبية والعقلية والتطبيقية كما سنبين أنواع العلوم التي كانت تدرس في الأزهر فوق الثلاثين علما من العلوم كما سنبين فقد انتشرت الخدمات والمرافق التي تقوم بخدمة هذا النشاط التعليمي فعلى امتداد كيلو متر أو أكثر من كل النواحي حول الأزهر كانت البيوت التي تؤجر والفنادق والحجرات المخصصة للمجاورين كانت المخابز التي تورد الخبز للمجاورين والعاكفين والمقيمين في الأزهر طول العمر كان صناع الجبب والملابس وباعة العمائم كانت المكتبات في شوارع كاملة وبدأ يحدث نمو مضطرد في أعداد أبناء الجامع الأزهر الشريف الذي خلّى الحركة العلمية تحفر بهذا العمق في التاريخ وتترك هذا الأثر الهائل طول الزمن معادلة مهمة وهي أنه لما أن جاء الجيل الأول من طلبة العلم من الآفاق المختلفة وأقاموا عدة سنوات ورجعوا إلى أهليهم تركوا هناك صدى طيب وسمع جيدة رجعوا إلى أهلهم يقولون يا جماعة يا أهلنا وأعمامنا وأساتذتنا وعشيرتنا في تلك البقاع في الهند ولا في تركيا ولا في الملايو ولا في أفريقيا ده نجينا من الأزهر اللي مليان علم مليان علمة يملؤون العين والقلب جلالة وعلما ودينا بحور تتدفق في العلم فأهلهم يقولون لهم طب إحنا مش عايزين كلام فين النتائج اللي على أرض الواقع فين الإنجاز امسك تفضل انت جاي من الأزهر وتولى القضاء فيجري في القضاء على سيرة عادلة وحكم سوي ويرى الناس في تطبيقاته وأحكامه الحكمة والبصيرة فيقولوا يا سلام والله فعلا الأثر اللي احنا شفنا بعنين من خريج الأزهر فعلا يملؤون العين والقلب أثرا حميدا أنا أذكر في إحدى الزيارات إلى مليزيا زرت السفير المصري هناك السفير المصري هو واجهتنا في تلك الدولة نعتز كلنا بسفرائنا في كل الدول فلما زرته جرى نقاش في بعض الأمور المتعلقة كنت قد ذهبت لأمر علمي كلفت به من الأزهر الشريف فسعادة السفير قال لي يا فضيلة الشيخ أنا ازدادت معرفتي بقدر الأزهر حينما أتيت إلى مليزيا لأني رأيت أن الأزهر الشريف أكبر بكثير مما كنا نظن أثره في العالم في غاية السمو والرفعة وعدد الطلاب الذين يخرجون من مليزيا إلى الأزهر في الإحصاء الرسمي أمام سعادة السفير كان سبعة آلاف الآن احتشر ألف فكان السفير يقول لي سبعة آلاف طالب يخرجون من مليزيا إلى مصر فيكونوا سفراء لمليزيا في مصر سبعة آلاف سفير لمليزيا في مصر الشعب المصري يرى من خلالهم مليزيا فبعد مرور السنوات التعليمية المطلوبة ويرجعون إلى بلدانهم يكون الأزهر الشريف وتكون مصر قد أرجعت إلى مليزيا سبعة آلاف سفير أزهري ترى مليزيا من خلالهم الأزهر الشريف هذه الكلمة التي يقولها هذا الرجل الدبلوماسي الرفيع الذي يعرف معنى العلاقات الدولية وقد انكشف له مدى العمق الذي قام به الأزهر الشريف في إرساء وإقرار علاقة دولية رفيعة لمصر في الدول المحيطة استوقفني كثيرا أذكر أن السيد الوزير محمد وفيق الله يمتعه بالصحة والعافية كان وزير الإعلام أيام جمال عبد الناصر فكنا مرة في مؤتمر في قاعة المؤتمرات بحضور الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة المفتي سيدنا الشيخ علي جمعة وبحضور معالي الوزير أستاذنا الدكتور عبد الفضير القوصي وزير الأوقاف حينئذ فالوزير محمد وفيق يقول لما أنت وليت وزارة الإعلام أحببت أن أعرف مصر تتوجه إلى أفريقيا وتدعم الشعوب الأفريقية من هم كبار الشخصيات الأفريقية التي يمكن أن نشيد بها ونتكلم عنها ونتواصل معها في أفريقيا؟ قال فما وجدت شيء ذهبت إلى وزارة الخارجية يا جماعة ادوني الأرشيف وقاعدة البيانات والمعلومات الموجودة عندكم من الشخصيات والزعامات الكبيرة ورؤساء القبائل والعشائر في العمق الأفريقي اللي نقدر نستضيفهم في الإزاعة المصرية نقدر نشيد بيهم يكون خطوط تواصل بين مصر وبين تلك الشعوب المحترمة المؤقرة قالولوا ما عندناش حاجة للدرجة زي من أنت متصور قال الله طب أنا أروح فين أجيب منين قالولوا الأزهر روح الأزهر وحتلاء الوافدين من كل الدول قال فذهبت إلى الأزهر قال فانفتح لي سيل من المعلومات ما بين عدد من الطلبة من نيجيريا ومن ساحل العاج ومن غينيا يقولوا لي ده شيخ الإسلام إبراهيم نياس وشيخ الإسلام عثمان فوديا وبدأوا يخبرونني بشخصيات وعلماء لم يكن عندنا عنهم أي شيء فبدأنا ندعوهم إلى مؤتمرات المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية وبدأنا نرد الزيارات وإذا نزل عالم أزهر ينزل إليهم فيعرفونه بخريطة البلد وعلماءها لما أنكثر أبناء الأزهر الشريف أول إحصاء استطاعت الوصول إليه لأعداد المقيدين في الأزهر الشريف وجدته في رحلة رحالة فارسي اسمه أوليا كاتب جلبي متأفة سنة 1064 هجري يعني قبل 400 سنة من الآن تقريبا أيام أن كان تعداد الشعب المصري 3 مليون 4 مليون نحن أول إحصاء رسمي لتعداد الشعب المصري عندنا أيام محمد علي باشا كان تعداد الشعب المصري تقريبا لا يصل إلى أربعة مليون نسمة فلما نقفز كمان قرنين من الزمن قبل محمد علي باشا أربعة من ثلاثة مليون أربعة مليون قل يا كاتب جلبي في رحلته المسمى سياحة نامة مصر وطبعت عندنا هنا في مصر في دار الكتب والوثائق القومية بعناية العلام الكبير الذي أحب نتاجه وعلومه الدكتور عبدالوهاب عزام الله يرحمه رحمه واسعا كان عميد كلية الأداب في الجامعة المصرية ثم عمل سفيرا لمصر في باكستان أوائل إنشاء باكستان وهو رجل من كبار الأدباء والعلماء استوقفني في هذه الرحلة النادرة أن هذا الرحالة الفارسي يتكلم عن الأزهر الشريف فيقول ولما أن وصلت مصر وكذا كذا أحداثي أحكيها قال حتى دخلت إلى الجامع الأزهر فوجدته غاصا وحاشدا بالعلماء والعباد المعتكفين في خلاويهم ومقر إقامتهم والعلماء من مختلف الوجوه والألسن حتى لقد سألت فعرفت أن عدد المقيمين في الأزهر من العلماء وطلبت العلم يجاوزون العشرة آلاف لما تاخد العشرة آلاف وتعمل نسبة وتناسب مع أربعة مليون غير عشرة آلاف مع ثمانين مليون النهاردة فما تنظرش للعشرة آلاف بعين ومنظور الثمانين مليون ستلاقيهم حاجة صغيرة بس العشرة آلاف في الأربعة مليون نسبة معقولة مشيت مع التاريخ فوجدت العلامة الكبير علي مبارك باشا أبو التعليم في مصر كما يلقب صاحب كتاب الخطط التوفيقية يتكلم كلاما ماتعا عن الأزهر الشريف وأروقته وعلمائه ومآذنه وكتاتيب القرآن فيه والعلماء وحركة العلم من أمتع ما كتب عن الأزهر الشريف في الخطط التوفيقية لعلي مبارك باشا رحمه الله فيذكر أن عدد المقيدين والمجاورين في الجامع الأزهر يزيدون على العشرة آلاف يعني النسبة ظلت ثابتة بعد مرور نحو قرنين ونصف من الزمان إلى زمن علي مبارك باشا في نفس تلك الفترة وجدت إحصاء نادرا قبل أن تقيد السجلات الرسمية للأزهر السجلات الرسمية الموثقة التي يقيد فيها كل مجاور ده شيء متأخر شوية إلى أيام الشيخ محمد حسنين مخلوف والد المفتي الشيخ حسنين مخلوف رحم الله الجميع وكان الشيخ محمد حسنين مخلوف من كبار الأم والعلماء وقرين الشيخ محمد شاكر وكيل الأزهر طبقه من كبار العلماء في تلك الطبقة جاء واحد من كبار علماء المغرب العلام الجليل الكبير السيد محمد بن جعفر الكتاني المتوفى سنة 1354 هجري سيد محمد بن جعفر هذا الرجل أعجوبة من أعجيب الزمان من كبار علماء فاس والمغرب رحل إلى الديار المشرقية فأقام ما بين الحرمين والشام نحو أربعين سنة من عمره ثم رجع إلى المغرب فيصف ابن خاله السيد محمد عبد الحي الكتاني يصف حال السيد محمد بن جعفر بعد عودته إلى المغرب بعد غيبة في المشرقية أربعين سنة لما رجع المغرب وجد أن كل أقرانه ماتوا وكل الأجيال اللي يعرفها من أولاده وأبناءه والأقارب والعلمة كل مات ويرى وجوه ما يعرفش ده مين ده ابن مين ده تبع مين ده فيقول السيد محمد عبد الحي الكتاني فكان بعد رجوعه إلى المغرب كمن بعث بعد الموت إنه مات ميت سنة ولما بعث لأنه ولا يعرف أي حد من الناس اللي موجودين لانقضاء الأجيال سيد محمد بن جعفر الكتاني لما قيد رحلته المسمى بالرحلة السامية إلى مصر والحجاز والديار الشامية يذكر أنه لقي شيخ الأزهر الإمام الكبير الشيخ عبد الرحمن الشربيني فسأله قال له يا مولانا يا شيخ الإسلام كم عدد المقيدين عندك في الجامع الأزهر الشريف قال له 12 ألف قادي التقييد الرسم الذي وجد وأول إحصاء حقيقي بين إيدينا إلا إذا فتحنا الأضابير وأرشيف الأزهر ولئنا حاجة أقدم من كده فنحتاج هوداء دي رحلة طويلة من البحث الـ 12 ألف مجاور في الأزهر الشريف اقتضى كونهم من بلدان مختلفة وبلدان وآفاق بعيدة من الهند ومن المغرب ومن الملايو أن تتهيأ لهم أروقة يقيم فيها أبناء كل جهة فنشأت فكرة الأروقة الأزهرية حتى وصلت إلى ما يزيد على خمسين رواقا يضم أبناء الشعوب والجنسيات المختلفة ولنا مع هذا تفصيل طويل في المجالس القادمة فنلقاكم إن شاء الله تعالى على خير في صحبة الجامع الأزهر الشريف وأسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يعلمنا وإياكم التأويل وأن يحفظ مصر وأهلها بحفظه الجميل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة